فمثلاً كلبش الله اخو ده بقى دور مهم انا شلت من كلبش 12 مشهد انا قدي ترميمي كان المفروض يعني ايه بيروح يفرفش مع اصحابه بيفك عن نفسه فانا قلت له يعني الحاجات الفرفاشة دي انا عملتها زمانك وبعدين الناس مش هتعيط معايا ومش هتتعاطف معايا لما يبقى حد عنده مشاكل اجتماعية ومشاكل مادية ومشاكل نفسية وعليه ضغوط من كل الاتجاهات او يروح يفك عن نفسه بس مش بالطريقة دي يعني الناس مش هتتعاطف معايا طب ما ده يعني مامهيسة ومبلي يزعلان عشان مش عارف يجوز اخته ولا يجيب لها قدت نوم ولا يعني فاحنا انا ودكتور بيتر عندنا عندي في المعادي جاري يا جاري عجبوا قوي عجبوا قوي الطريقة دي في التفكير وقال لي برافو انا معاك طريباً تمن مشاهد او حاجة كده وتجنبناهم من الدور اي ممثل بقى يتجنن عايز مشاهد زيادة عايز مشاهد زيادة وعايز موجودة على الشاشة اكتر انت لا يعني الممثل مشاهد دي ما كانتش هتخلي الناس تتعاطف مع شخصية ابراهيم ابراهيم السني اه ودي كانت حالة صلح اجتماعي ما بين ابراهيم السني المتوسط مش ارهابي وبين زابط الشرطة وكنا طلعين من الثورة ساعتها وكان في حالة بلبلة خالط بقى ويعني احنا كلنا شوفنا ايه اللي حصل فكان لازم الناس تشوف الاتنين دول مع بعض متربطين ازاي وظروفهم زي بعض ازاي تقريباً نفس الظروف بس هو ده ليه ستايل لايف ستايل وده ليه لايف ستايل فقربناهم من بعض وخلناهم بقوا في كلبش واحد والناس حبتهم والدليل على كده النجاح الكبير اللي عملوا كلبش الناس كانت محتاجة الحالة دي الحالة دي الناس محتاجاها كانت ساعتها وانا اللي اخترت الدور على فكرة يعني كانوا جايبين للدور الاكبر وانت اخترت الاصغر اه ما بيفرش معاك مساحت الدور يا روتفار المين الميننج بتاع الشخصية هو اللي بيفرق معايا المسج اللي جاية من الشخصية دي الرسالة اللي جاية من الشخصية دي